أمت الله قريب توفي أو قريب توفي وأثناء الغسل الشيخ قال نادى على زوجتي وقال لا يا فلان سمحي زوجك في المؤخر هل تسامح وهل كان لهذا الشيخ أن يطلب منها هذا وإن أرادت أن تأخذ حقها أو مؤخر صداقها هل تأخذه قبل توزيع التاركة أو الميراث الشيخ الكريم نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لابد أن نعلم لماذا قال الشيخ هذا إن كان الزوج فقيرا وليس عنده ما يسدد به المؤخر الصداق دا دين في رقبتي وشوف كل شيء بيغفر للشهيد حتى إلا الدين فإن كان لا يملك هي تهب وتتنازل عن مؤخرة لكن إن كان عنده مراث فالأمر يرجع إليها قبل توزيع التاركة هذا دين تسدد الديون قبل توزيع التاركة لو هو كتب له مثلا 20 ألف جنيه وهو تارك أولاد منها أو من غيرها وهو العشرين ألف جنيه اللي موجودين هم يدوبك هو مؤخر تأخذ هي مؤخر الصداق وهو كده ليكون له مثلا إرث أو تاركة نعم الديون تخرج قبل توزيع التاركة ولو استغرقت التاركة كلها صحيح لكن هي عايزة تحسن باب الإحسان واسع تتنازل عن المهر بكامله ده تبقى ليه زوجها هبل يعني عطيه تنازل عن الدينية ستهبل إن ده مات لكن ده تنازل عن الدينية يعني اللي يكتب مؤخر يراعي هذه المسألة مراعي نعم ويسدد ويسدد ومش معنى أنه مؤخر أنه ينام عليه لا هو طبعا يجب بالوفاة بوفاة أحدهما أو بالطلاق يجب بذلك لكن الإنسان إذا كان عنده ساعة هذا دينه عليه يبادر حتى وهي زوجته لأن هذا مش موجود في فقهنا إلا من رحم الله الزوجي أظن إنه هو عند الطلاق فقط ومع ذلك هو مش دين هو دين حتى وإن استمرت معه ديننا الحياة